اهلا بكم في حلقة جديدة من مسار السوق قدموها لكم أنا لبنى البوضة وبالتأكيد جميل هاني نصر مرحبا هاني مرحبا لبنى مرحبا بأسادة المشاهدين سوف نتحدث بالطبع كما كل حلقة عن أداء الأسواق الخليجية أو معظم هذه الأسواق في جلسة هذا اليوم الاثنين ونخصصها لحديث عن أسواق الإمارات بالفعل وخصوصا بالتأكيد التأثيرات الأخيرة التي شهدناها من بعد المراجعة الدورية لمؤشرين السياعي سنكون طبعا مع تفاصيل الحركة على الأسهم وكيف تم بالفعل التعامل معها ولكن قبل ذلك اسمحوا لنا أن نذكر نذكر أهم عنوين القاتل إذن أهم عنوين مسار السوق البرصة القطرية تواصل تجاهها التصعدي والمؤشر يستعيد مستوية الـ 12.100 نقطة أعمار مصر تطرح حوالي 15% من أسهمها للاكتتاب العام ما بين السادس عشر والخامس والعشرين من شهر يومي نائبة رئيس مجلس إدارة جلوبل تؤكد لسي إن بي سي عربية تجاوز الأزمة باتباع استراتيجية تركز على العمولات وإدارة الأصول أومن بس توافق على الاندماج مع شركة أونك وتقر زيادة رأس المال إلى 55 مليون ريال عماني وبالتأكيد سنكون الآن مع أغلاقات معظم الأسواق الخليجية وكيف كانت تداول عليها اللون الأخضر كان مميزا للأسواق الخليجية وأن كانت الارتفاعات ليست بهذه القوة سوق دبي نصف النقطة المئوية من الارتفاعات مستوية 3941 يجاهد للعودة إلى مفوق مستوية 4000 نقطة لكن القطاع البنكي والعقاري في سوق العاصمة أبو ظبي دعم المؤشر بارتفاعات بحوالي 34 النقطة المئوية مستوية 4561 نقطة البورسة القطرية عورت جانب من خسائرها وفوق 12100 نقطة من جديد دعم من عدد من الأسواق القيادية لسيمة البنكية فضلا عن صناعات قطر الارتفاعات بحوالي 1 و 10 النقطة المئوية أضافت إليها في هذه الجلسة 128 نقطة السهمين الذين تم في هذه الجلسة احتسابهما ضمن مؤشر MSI الأسواق الناشئة شهد نوعا من التراجعات بعد ارتفاعات في الفترة الماضية قبل 29 من شهر أيار مايو بالنسبة للمؤشرات الكويتية بعد التباين رأينا السعر على تراجعات بعشر نقطة مئوية لكن الوزن ارتفاعات بنصف النقطة المئوية وحركة قوية دخول قوي على عدد من الأسهم القيادية لسيمة زين والوطني رفع مؤشر كويت 15 بحوالي 16 النقطة المئوية سوق مسقط مشاهدين أغلق هذه الجلسة أيضا على ارتفاعات لكن قيم تداولات تبقى ضعيفة ارتفاعات بحوالي 14 النقطة المئوية السوق البحراني أصغر هذه الأسواق أغلق أجلسة منفردا باللون الأحمر تراجعات بربع النقطة المئوية ماذا عن قيم وأحجام التداولات في هذه الجلسة؟ بالنسبة للقيم وأتحدث بملايين الدولارات دبي لاحظوا التراجعات بالقيم 81 مليون دولار أما قطر حوالي 165 مليون ونصف المليون دولار وبقية الأسواق شهدت نوع من التراجعات لسيمة في الكويت 64 مليون دولار إلى أحجام التداولات بملايين الأسهم لاحظوا أيضا 169 مليون سهم في سوق دبي أقل بكثير في أبوظبي وكذلك عمان أيضا قطر أما الكويت حوالي 251 مليون ونصف المليون سهم تم التداول عليها في حلقة اليوم مشاهدين سوف نركز بالتحديد على أسواق الإمارات مع حسين الحسيني عضل الجمعية الأمريكية المحلين الفنيين سوف أحوره أنا والزميلة لبناء وبتأكيد السؤال الأول سوف يكون لحسام عن موضوع أملاك أملاك حسام أولا مرحبا بك وشكرا لانضمامك لمسار السوق في هذا اليوم عودة السهم ما هو المتوقع له في عنا الكثير من السيناريوهات المطروحة خلال هذه الفترة كيف برأيك سيكون التعامل مع هذا السهم وشو المستويات السعرية المتوقعة طبعا بغض النظر اللي راح يصير على حركة السهم خصوصا في أول نحكي ثلاثة أيام أو أول أسبوع هو لن يكون مقياس لمستقبل حركة السهم لأنه في عنا كثير عوامل عوامل آنية راح تتحكم بمجريات أو بحركة السهم عندها عودة السهم للتداول وهذه العوامل مش هتأثر فيما بعد فإنه أول فترة يعني في عنا كثير سهم صار له فترة كبيرة واقفة عن التداول الشركة نفسها صار عليها تغييرات كبيرة من الوقت اللي وقفت عليه لغاية اليوم فأنا بعد قادي خلينا ننسى أول أسبوع حيصير عن السهم بدلا نحكي في مستقبل السهم شو بتوقع السهم ممكن تكون مستوياته؟ أي مستويات ممكن نشوف عليك؟ أوكي هلأ في النهاية تتعرف أن السوق هيخصم القيم الحقي للسهم والسهم راح تكون عليه ممكن مش هيكون أول فترة هلأ خلينا نحكي على أول يوم أنا حتى اللحظة مش شايف حدا ممكن نشتري يعني نحكي أنه لا بيع خلينا نحكيها أنا مش شايف حدا ممكن نشتري على أول يوم وعلى الأسعار اللي هو الأغلق عليها درهم وفلسان فأنا مش شايف قوة شرائية ممكن تظهر على السهم سواء شرائية من أجل المضاربات سواء من أجل الاستثمار فأرأيك الأغلب ستكون حركة بيعية فعشانك خلينا نحكي شراء ما فيه بالرغم وعلى شق الثاني لا أنا في عندي أكثر من مكان أو أكثر من شريحة من حملة الأسعار اللي حالي ممكن نلاقي عليها بيع واحد مثلا ممكن متعلق صار له ست سنوات ست سنوات صحيح ولك لا يعني خلينا نأخذ الكاش اللي راح يطلع عندنا فما زهبوا في ديبيان مني يشتري منه عشانك هي سيناريوهات كبيرة وللأسف هاي سيناريوهات غير متكررة فعشانك لن تحدد بشكل بأي شكل من الأشكال مستقبل حركة السهم على شق المؤسساتي شق القيمة الشركة في الريستركشنينج اللي نعمل عليها طيط الفترات الماضية هناك أدوات جديدة استخدمتها في تحويل الالتزامات اللي عليها وهي أدوات جديدة عندنا على السوق وعما نحن نحكي مع المستثمرين نحكي مع المؤسسات مع المحللين ما فيه إجساء إجماع على القيمة الحقية للسهم هلأ فيه حكي على القيمة الدفترية يعني المعظم الناس من 40 إلى 60 فرس كقيمة دفترية وما تعرف أنه مالهاج دخل في تحديد سعر السهم فعشان هيك طوقات شخصية كل السهم راح يمين إلى الضغوطات البيعية على تقدير أول يومين أو ثلاثة يعني حالات السيل كبيرة قد تحلط مع عود السهم ما بدي أحكي حالات السيل كبيرة أنا مش شايف أي شريحة ممكن تشتري بكرة خاصة إذا سهم قريب الدرهم مش عارف ليش ممكن يكونه رقم 2 المؤسساتيين ممكن راح أكيد الكل حيستنى حتى لو أنا بدي أشتري سهم وحابي سهم وعارف شو مستقبله بحكي لا خليني أستنى فأنا اللي شايف عندي بعض الحقائق اللي نحكي أو الأشياء الممكن أرهن عليها المعلومات إنه أنا شايف شريحة أكبر راح تميل للبيع من تلك الشريحة الممكن تشتري برأيك هل وقت هو مناسب فعلا للسهم العودة إلى التداول هل تراه مناسبا؟ بالعكس لو أقبل سنواته مناسب أنا بدي كل يوم يكون ما في وقت لازم يكون هو بأسرع وقت ممكن يعني حتى اليوم الحمد لله نرجع السهم ولسه نحكي متأخر فما لا يدخل التوقيت سواء كان الشهر الماضي أو بعد شهرين ما إلها أي داخل بالعكس ممكن على المدى المتوسط يفيد التداول الساهم نفسه وجوده في فترة صيف وفترة هدوء لأن يكون العقلانية أكثر عليه في التداول يعني من حسن حظهم يمكن في هالفترة هاي كما ذكرت صيف رمضان فراح يكون هدوء بشكل أو بعام على السوق بالفعل على كل أنا في عندي عرض للفيديو عم بقولوا لازم نروح على الفيديو نحن نتحدث طبعا عن الأسهم اللي تم أضافتها لمؤشرة ميسي آي وتوجه الأجانب إليها إذن بالفعل كانت الأسواق تتابع بشكل رئيسي التعديل الدوري الذي قام به مؤشرة ميسي آي للأسواق الناشئة والذي بالتأكيد أضاف فيه أسهم في السوق الإماراتي وأيضا في الأسواق القطر وفي السوق القطرية سأكون الآن في عرض لهذه التغييرات وكيف كان التعامل معه بداية سهم أعمار مولز الذي تم بالفعل إضافته إلى هذا المؤشر الحجم أو وزنه ضمن المؤشر هو عن 0.04% كل الشركات القطرية الإماراتية كانت لا تتجاوى 17 نقطة المئوية بالتأكيد في هذا المؤشر أعمار مولز من بعد إعلان النتائج المراجعة وحتى جلسة 28 الشهر اللي هي جلسة الخميسة الماضية نحن لعدة 29 كان هناك في إغلاق لحتى يكون في ري بالانسينج لحجم هذه الأسهم نصفة التغيير كان عندنا ارتفاعات بحوالي 6.4% بالفعل أظهرت هذه البيانات أنه كان في حركة أجانب واضحة وخصوصا في الجلسة الأخيرة كان في دخوله ب 61 مليون وربع المليون سهم تقريبا فقط للأجانب في أعمار مولز سأتابع وإياكم الآن الآن الدخول على هذا السهم من الثاني عشر وحتى الثامن والعشرين من إقرار المراجعة الدورية وحتى جلسة يوم الخميس 74 وربع تقريبا المليون سهم أجانب اشتروها في أعمار مولز بالتحديد من أعمار مولز الآن إلى أبوظبي التجاري السهم أيضا تم إضافته ورفع الحجم ووزنه في المؤشر لمن السي آي طبعا صار هلأ عند 0.09% كان عند 0.04% نسبة التغيير أيضا التي ترأت على حركة السهم منذ الإعلان وحتى جلسة يوم الخميس كانت 4.3% من الارتفاعات كيف كانت توجه الأجانب عليه؟ خلينا نشوف في جلسة يوم الخميس الماضي 21.8 مليون سهم تم شراء للأجانب على سهم أبوظبي التجاري وفي المقابل من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين كنا نتحدث عن حوالي 47 وربع المليون سهم تقريبا صافي شراء الأجانب في السهم أبوظبي التجاري لننتقل لان إلى سوق قطر طبعا كان عندنا سهمين تم إضافتهما الأولى هو طبعا إزدان القابضة هذا هو الوزن الجديد في MSCI Emerging Markets Index 0.07% الحركة لاحظوا هنا التغيير ولكن طبعا كان عندنا آعمل آخر نحن عندنا ارتفاع بـ 9.2% ولكن لاحظوا معي حركة جلستين يوم الأربعاء والخميس لما كان عندنا موضوع الفيفا واللي بالتأكيد كان قد أخذ مع سوق قطرية إلى تراجعات بالفعل أثر على حركة إزدان القابضة وخسائر قوية كنا قد شهدناها بالفعل قلصت المكاسب إلى 9.2% ولكنها كانت أكثر من ذلك بكثير حركة الأجانب كما تلاحظون 48 مليون سهم يوم الخميس كان من الشراء وفي المقابل على مدى 12 ل28 من شهر مايو عم تحدث عن حوالي 64.3 تقريبا مليون سهم إزدان القابضة طبعا كان أيضا مع سهم آخر هو قطر للتأمين التي تمت أيضا إضافتها وضموا لمؤشر MSCI للمؤسواق الناشئة وهي الوزن 0.04% ضمن المؤشر نسبة التغيير 16% لاحظوا معي هون يوم الخميس نحن ما كان عندنا تأثير مثل ما كان عندنا على أزدان من بعض أخبار الفيفا وخصوصا المخاف التي كان طبعا قد دفعت بالمستثمين أنه يبيعوا بعض الأسهم وفعلا خسائر كانت قوية على السوق القطرية هذا السهم لم يتأثر بالعكس كان يوم الجمعة يوم الخميس عفوا أيضا قد ارتفع بالنتيجة نسبة التغيير منذ الإقرار وحتى الإغلاق 16% وهذه هي حركة شراء الأجانب على هذا السهم دخل حوالي واحد خلينا نشوفها من 12 إلى 28 4.9% كان حوالي 5 ملايين سهم وفي آخر جلسة لقد نشوفها جلسة يوم الخميس اللي كانت أيضا كان في عليها شراء الأجانب تقريبا 1.8 مليون سهم شكرا لك شكرا لك لبنى سوف نتناول هذا الموضوع بالتحليل سهم إعمار مورز الوافد جديد من مؤشر MSI وحركة الأجانب على هذا السهم بعد فاصل قصير وضيفنا حسام الحسيني لبنى نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسام حسيني عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين قبل الفاصل نتحدثنا عن الأسهم التي تم احتسابها رسميا ضمن مؤشر MSI في سوق دبي عنا فقط إعمار مورز وفي سوق أبوظبي تم رفع حجن أو وزن أبوظبي التجاري تحدث عن إعمار مورز كيف رأيت حركة الأجانب أو شراء الأجانب على هذا السهم زي ما أشار التقرير نحن نشاهد سهم كمحصلة ارتفاع كسعر ونحن نشاهد حصة الأجانب هذا طبيعي لأنه هم زادت حصته في المؤشر المورغستاني فإنه في سيولة دخلتها طبعا نحن لأنه نعرف كيف ننهي بالتم عملية المراجعة والرفع الوزن الحقيقي كيف يصير الشرك المورغستاني يعلن مراجعة الداخلية يعرف أنه قرر أنه عمار مرز سيتم إضافتها بنسبة معين نسبة معين أنه ممكن أنت أي حدا يقدر تقريبا كم حجم السيولة اللي رح تدخل على السهم في تاريخ معين العماله بيصير فعليا أنه نفس المورغستاني باعتقاده أنه بتنصق مع بعض بيوت الوساطة أنه من أجل تجهيز هذه الكميات لأنه ما بدأ تيجي آخر يوم وتشتري السهم وما تكونش فيه معروض فإنه لا بتكون أريدي في عندها أردارات من قبل أنه إحنا بدنا كميات معينة يتم تجميحها خلال فترة معينة وبعدنا نعمل عمليات كروس فعشان هيك بتلاقي دائما أي سهم بتم إضافته للمؤشر قبل فترة بيطلع 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 بعدين بيجي يوم عمليات تبادل تاني يوم السهم بنزل لأنه ببساطة خلاص بطلع توقفت الأردارات وأريدي السهم قبل التنفيذ الفعلي أو الرفع الفعلي للوزن بيكون أردارات فايت علي ويكون داخلين علي برضو مضاربين بحاولة استغلال أنه السهم ممكن يطلع تاني يوم أردارات الشراء بتوقف المضاربين اللي فاتوا مع الموجة بيحكوا خلاص ما في شي فبتلاقي عليه ضغوطات وهذا اللي شفناه على كل الأسهم في كل الأوقات اللي تم إضافة تلك الأسهم على المؤشر مولي طيب هلأ اليوم النفسي اللي بالفعل عم بيكون علي نقاش بالنسبة للسوق تبقي مع هذه معنوعنا ارتفاعات تقريبا من نص النقطة المئوية بس كان عنا طبعا بعض الأخبار مثلا إعمار مصر كان عنا أخبار عن دريكنسكال فبالتالي الأخبار حركت نوعا ما ولكن مستقبل هذا المؤشر الآن إلى أين في ظل أنه نحن ما عنا كثير من المحفزات ضمن السوق طبعا كسر أربع تلاف ما خربت الدنيا الكل يكسر أربع تلاف وخفينه يكسر أربع تلاف سوق أعطاها أهمية أكبر من المطلوب الآن السوق تدت الفترة الأخيرة كان فيه بدأت تغيرات للأسف كان أمام السوق حتى بداية الأسبوع الماضي كان أمامه عدد من الخيارات للحركة ولكن للأسف السوق اختار الخيار اللي احنا شفناه عماله تنفذ الفترة الماضية كان واضح جدا بالسوق وهي سيطرة مطلقة لصغار المتعاملين على السوق مع غياب واضح للمؤسسات كنا شايفينها من أحجام تدولات كنا حتى الأسهم المضارباتية ما كانت موجودة فترة لست من قصيرة فعليا من خمس أسابيع تقريبا هي عمالة بسيطرة على السوق من خمس أسابيع هي الأسوق في قبضة صغار المتعاملين مع غياب للمؤسسات ولكن آخر حركة أو نشاط المؤسسات كان يصوب في مصلحة الشراء فكان من ضمن السنورات المحتملة لأنه سوق الأرجح أنه يظل في حالة تدبذب لأنه الاختلاف وجهات النظر بين المؤسسات وبين الأفراد فبالتالي نشوف حالة تدبذب إلى أن يقرر المؤسسات الدخول على كل السوق أول شيء ما زالت الأسعار الحالية أنا شايفة مغرية مقالطة في البوتنجال يعني ليش ما أشتري يعني دائما يقول ليش أشتري طب ليش ما أشتري إحنا أريدي السوق مصحح من الفترة الماضية حتى عند هذه المستوىات ما زال نحكي بنسب تفوق 30% وبدون أي مبررة تذكر بس بسبب أنه خفاضات أسعار البترول خلصنا يعني يعني مش حيضل هذا الموضوع طب ليش الأسواع تتحدث أنه كسل مستويات لأربعة ألاف رح يأخذ نعت للتلاف وثمانية ويمكن للتلاف واربعين هذا أكبر دليل أنه العمال بتحكم على أسواهم صغار متعملين أي لحظة وهي يعني برضو للمشاهدين أي لحظة بتلاقي سوق عماله بصير يحترم أو بصير يطلع على نقاط سواء مدعم أو مقاومة بشكل مهم يعرف أنه الأفراد هم اللي بحركوا المؤسسات ما بيطلع على الأرقام يعني أوكي في أنه مستويات عامة تواريخ عامة عمالة متحرك عليها أوكي طبعا نحن فنيا وأجل السوق اللي بيحرك تحييل فني وليس العكس نحن كسر أربعة ألاف لازم يروح للثلاث تلاف وثمانمية وخمسين لأنه الناس صغار المتعاملين وصغار المتعاملين هم يبلحوا أسليم التحييل فني أوكي رح يوصل سيولة ثلاث تلاف وثمانمية وخمسين هل رح يصير حركة؟ طيب يعني حرام نظم السوق أنه نحطه في بوتقة بس تحييلات فنية ونقاط مستوى دعم طب أيضا السيولة الضعيفة المستمرة إلى ماذا تعزوا هذه عنا أخبار إيجابية لحد مع بعض أخبار الشركات بس معك عم نشوف السيولة لا زالت ضعيفة أوكي السيولة المردة زي ما حقيت لك أنه نحن مش شافين عمق سوق أول شيء أحجام السيولة تنخفض بالتباعية لما يكون في عندي ما في عندي اتجاه تصحيحي بالسوق سواء كان في مؤسسات أو ما كانش في مؤسسات رقمتين إحنا صارنا فترة مش عمالنا ما نشوف مؤسسات وهذه التدبدبات وطول فترة التدبدبات إحنا لو كنا يوم أو يومين أو أسبوع أو سبعين كان ممكن لا إحنا صارنا خمسة سبيع إلى حد ما تعمقت فكرة إنه لا إحنا في تصحيح وممكن نشوف تصحيحة كتر فشهية المخاطرة راحت حتى الأسهم التي تعودنا عليها مضاربتي ونشاط كبير أطلنا نشوفها موجودة بالسوء ولكن حتى لو جد أنا اطلعت اليوم على سوء عمالي بقارن بالرغم أنه التراجعات شملات معظم الأسهم إلا خلينا أخذ أسهم المؤسسات اللي أنا أعرف المؤسسات تحكموا فيها إعمار دبي الإسلامي بالرغم من تراجعهم إلا أنه ما زالوا أقل من 10% من أعلى مستويات حققوا بينما الأسهم الثانية فيه أسهم عدي صحيحة 20 أو 30% من آخر من آخر أعلى مستوى هات بحكي لك شو العمال بيصير بالسوء الأفراد المسكين أسهم الصغير والمضاربين تصحيحهم كبير بينما المؤسسات إلى حد ما بالرغم من عدم شراهم مرة أخرى إلا أنه محافظين على مراكزهم وبالتالي وطبع لحنا فترة التصريف أصلاً يتميل فيها أنه أحجام التداول تنزل وليس شرط أنه يكون في عندي فترة تصحيح فأنا على شان هيك هاتي بحكي السوء في فترة تصحيح ولكن بيش تصحيح عمودي أشوف 3850 بعدين أشوف 3600 بعدين لا أنا بمجرد أنه سوء يستوعب آخر فترة ضغط إحنا من يوم الأربع لغاية اليوم السوء خسرت تقريبا 4% أنه بس أشوف السوء عمال يستوعب تنخفض عما هي عليه حاليا وبالتالي خاصة نشوف فترة استقرار ولما نشوف هذا الكلام يعرف أنه إن شاء الله قربنا لعملية سايكل ارتفاعات جديدة ممكن تكون في رمضان أبو ضبي أبو ضبي أبو ضبي كمؤشر يعني نتعرف للأسف المؤشر بحكيسش اللي بيصير جوه بالسوء لأنه هو بيز شوي للأسهم القطاع البنكي وقطاع الانتصالات اللي ليس كثير ناشطة أنا أطلع على القطاع البنكي من نسبة لي هو المحرك السوقين يعني العماله بيصير بالقطاع البنكي وحركته هي عمالة راح تهكي لي بالضبط والعمال اللي راح يصير وبشكل استباقي بالسوء أنا اليوم أطلع على أداء القطاع البنكي في سوق أوضبي أنا جدا مرتاح له من رغم من أنه ما زال محافظ عام أكاسب الفترات السابقة أي تصريحات كان يشدها كانت تيجي متنوعة مش تيجيش على كل القطاع لا كنت تشوفي في اليوم الواحد بتلاقي فيه القطاع حتى مخفضت لا فيه أسهم مخفضة وفيه أسهم مرتفعة وهذا شيء صحي ثلاثة كان يتجاوز فترة التصريح وارتفاعات بشكل إيجابي والرغم من أنه أحجام تداوله أحجام تداوله أقل حتى اليوم نرجع مثلا أبوظبي التجاري والأخبار رفع الوزن النسبي أبوظبي الإسلامي اليوم في عندي حكي على زيادة راسمال فإنه الأخبار رسالتها مشجعة ومستويات الحالية أنا شايفة مستويات إيجابية حتى اللحظة إذا ما مرينا هذه الفترة القريلة القادمة أعتقد أن خلاص التخوف الموجود من سوء من تصحيح أكبر رح يبدأ يزور بزوال الوقت وبالتالي يكون الفرصة أكبر لعملية ارتفاعات أبتأكيد سنشكر حضورك معنا اليوم حسام الحسيني عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنين وأعطانا رأيك وأغناء هذه الحلقة من مسار السوق إلى بقى من الأخبار هذه المرة من الكويت حيث صرحت نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لبيت الاستثمار العالمي ماها لغنيم بأن الشركة تجاوزت الأزمة وهي ملتزمة بالاستمرار في تحقيق النمو من خلال استراتيجيتها المعلنة التي تركز على العمولات وإدارة الأصول والوساطة المالية وكانت الجمعية العمومية لغلوبال قد أقر توزيع خمسة فلوس نقدا أرباحا عن العام 2014 وخلال مؤتمر صحفي أعلنت غلوبال أنها تنتظر رد هيئة أسواق المال الكويتية على طلبها عودة الإدراج في السوق الكويتي عقدت شركة المدينة للتمويل والاستثمار جمعيتها العمومية لإقرار البيانات المالية لسنة 2014 والتي طبعا تكبرت فيها الشركة خسائر بلغت نحو 14 مليون دينار الرئيس التنفيذي للشركة محمد سعود الدوود الصباح قال أن المدينة نجحت خلال العام الماضي في تسوية أغلب مديونياتها وتكاد تصبح بلا ديون تقريبا هذا وأضاف تصريح لسي أم بسي عربية أضاف أن الشركة تستهدف الأسواق المجاورة بنشاطها في ظل تراجع السوق الكويتي دائما في الكويت حيث توافقت هيئة أسواق المال على إعادة هيكل ترأس مالي شركة الأولى للتأمين التكافلي من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغ 9 ملايين و 800 ألف دينار باستخدام الاحتياطي القانوني يصبح رصيد الخسائر بعد الإطفاء 9 ملايين دينار هذا وتمت أيضا الموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع والبالغ 10 ملايين دينار بمبلغ رصيد الخسائر المتراكمة المتبقي ليصبح بذلك رأس المال المدفوع بعد التخفيض عن 972 ألف دينار هذا وتمت أيضا الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار إلى 10.7 مليون دينار إلى عمان بعض الأخبار المهمة حيث وفق مساهمه الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار عمان فيست على اندماج الشركة مع الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة أونيك وتفويض مجلس الإدارة بإنهاء كافة إجراءات الاندماج لدى الجهات المعنية تمت الموافقة أيضا على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون ريال عماني إلى 90 مليون ريال عماني وعلى زيادة رأس المال المدفوع أيضا من 37 مليون ريال إلى 55.2 مليون ريال يأتي ذلك عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة أونيك في إطار إجراءات الاندماج وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك نتابع السهم ارتفعت بنقطة 13 نقطة المئوية عن 0 466 نهاية مسار السوق في جلسة هذا اليوم الاثنين ما الذي يخبئه الغد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر